في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إنهاء ما تسميه الاحتجاز غير القانوني وجهت روسيا اتهاماً رسمياً بالتجسس لمراسل صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية وهو أول صحفي محتجس في روسيا بتهمة التجسس منذ الحرب الباردة قالت عنه وكالات أنباء روسية إن محقق جهاز الأمن الاتحادي الروسي وجهوا إليه رسمياً تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة لكن إيفان نفى جميع الاتهامات مؤكداً إنه كان يمارس عمله الصحفي في الثلاثين من مارس الماضي أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي احتجاز جيريشكوفيتش في مدينة إيكاترينبرغ التي تقع بمنطقة الأورال وفتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً بتهمة جمع ما وصفه بأنه أسرار عن المجمع الصناعي العسكري الإدعاءات الروسية تمحورت حول أن جيريشكوفيتش كان تجسس تحت ستار الصحافة وقبض عليه متربساً في أثناء محاولته الحصول على أسرار الأمر الذي نفته الصحيفة الأمريكية وطالبت بالإفراج الفوري عن مراسلها معتبرةً أن اعتقال جيريشكوفيتش إهانة بشعة للصحافة الحرة التي من شأنها أن تثير غضب كل الشعوب والحكومات الحرة في جميع أنحاء العالم الولايات المتحدة حثت روسيا على الإفراج عن جيريشكوفيتش واستنكرت مزاعي موسكو المتعلقة بتهمة التجسس في السياق ذاته دعا رئيس الأمريكي جو بايدن إلى إطلاق صراحه بينما لم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن علناً على القضية اشتركوا في القناة